تتفنن إيران بابتكار طرق تمرير مشروعها الطائفي في المنطقة والقائمة على عمليات التغيير الديمغرافي وفي العراق انتقلت أدواتها الوظيفية إلى مرحلة جديدة من استهداف أهالي المناطق المدمرة فمن نجى من التهجير على يد ميليشيات الحشد لم ينج من التهجير بفعل الحرائق التي افتعلتها تلك الميليشيات كما تؤكد الوقائع فجر أسود قضاه سكان مدينة الموصل بعدما اندلعت حرائق هائلة في مناطق متفرقة من المدينة وقربها حاصرت السكان وأجبرت عدة عوائل على النزوح ميدان الحرائق كان قرب حقول النجمة النفطية وفي قرى جنوب الموصل ومنطقة القويسات وبعشيقة وحي الزهراء قرب محطتي الوقود والكهرباء قليلا إلى غرب الموصل حيث قضاء تلعفر يستنسخ في معاناته محنة ناحية جرف الصخر شمالي بابل تسيطر عليه ميليشيا العصائب وحزب الله وفي هذين الاسمين مدعاة لاستذكار الجرائم وسيناريو الإرهاب والخوف مصادر محلية من قضاء تلعفر تؤكد أنه تحول إلى مستوطنة لميليشيات الحشد التي جعلت من بيوت الأهالي مستودعات للأسلحة والذخائر فصارت عودة السكان مستحيلة في ظل سيطرة الميليشيات الطائفية وقريبا من مأساة نينوى بين الحريق والتهجير تشاركها أختها محافظة ديال الواقع نفسه أمن مضطرب وقذائف هاون تطلق بشكل يومي ما أدى إلى تعطل حركة السكان في عدد من المناطق فالخارج من بيته لا يدري أيعود سالما أم جثة هامدة أو يغيب في سجون خفية أقامتها الميليشيات تزامنا مع ذلك تستمر حملات التحريض ضد قضاء الطاريمية ففي أحدث تصريح لها تسخف لجنة الدفاع النيابية كلما قامت به الأجهزة الأمنية في القضاء وتدعو إلى تجديد الحملات والملاحقات الأمنية لمن وصفتها بالخلايا النائمة التي تشكل خطرا على أمن البلاد بحسب تصريحها التحريضي الطائفي من أقصى غرب الموصل إلى ديال وصولا إلى مناطق حزام بغداد تتعدد أساليب إرهاب الميليشيات والهدف واحد تغيير ديمغرافي شامل من أجل إعادة رسم خريطة فارس الكبرى كما تصور لهم أحلامهم